اجواء غضب وحالة حداد تخيم على العراقيين بعد حدث حريق مستشفى ابن الخطيف في بغداد والذي اصفر عن مقتل واصابة العشرات وفي الوقت الذي اعلن فيه الحداد لمدة ثلاثة ايام تم توقف وزير الصحة العراقي ومحافظ بغداد وإحالتهما الى التحقيق بينما اجتمع رئيس الوزراء مصطفى القاظمي مع رئاسة مجلس النواب وعضاء لجنة الصحة والبيئة اضافة الى لجنة التحقيق لتحديد المقصرين ومحاسبتهم حيث وجه القاظمي بالاسرع بالاعلان عن نتائج التحقيق مشددا على ان الاهمال في مثل هذه الحوادث يعد جريمة وفي الشرع العراقي تعالت الدعوات الى استقالة المسؤولين والتنديد بالاهمال والفساد وترد الوضع الصحي في المستشفيات وهجرة عدد كبير من الاطباء ووفقا لمصادر طبية فان الحريق نجم عن المقصرين انفجار استوانات اكسوجين كانت مخزنة في مستشفى ابن الخطيب من دون مراعاة لشروط السلامة في حين اكد دفاع المدني ان المستشفى لا تمتلك نظام حماية من الحريق ما سهم في انتشار النيران فجار قنينة اكسوجين داخل ردها تعزل الردها مزودة باكسوجين مركزي لذلك سنة اللهب اكلت كل شيء يعني خلال 3-4 دقائق كل شيء احترق الناس همواسطين يحتاجون للاكسوجين بردها الارسيو ووصال الحريق برد اهتيان بالارسيو بالرابعة وياتي هذا الحريق في وقت يواجه في العراق ازمة كبيرة وسط تجاوز اجمالي مصاب كورونا مليون حالة بينهم اكثر من 15 الف وفاة